اهلا احباتي ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على قناتنا نكهة مغربية وكما وعدتكم في اخر فيديو اليوم عودة ان شاء الله سنرى وصفة من الوصفات التي سنحتاجهم في العيد ان شاء الله وقبل ما نبدأ عيد مبارك سعيد اللي يدخل عليكم على احبابكم بصحة والسلامة وبكل ما تتمنوا ان شاء الله واليوم جيت نتقسم معكم هذا الرغيفة والفطائر والي سميوهم كيف ما بغيتو تيجيو مقرن بزاف 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 وتيجيو بنان رائعين ما تشربوش العسل بزاف فهم كيف لاحطوا غير تنسقيوهم بالعسل ماشي تنغطصهم في العسل اقتصاديين ما فيهمش المقادر بزاف ولكن تيجيو غزالين بالنسبة الناس اللي غادي تسويني على الرغيفة دي العيد او الرغيفة المعسلة فانا كان سبق اليو تقسمتها معكم سوف نجعل لكم رابط الفيديو ديالها في اخر هاد الفيديو هذا غادي تلقاو رابط دي الفيديو فهذا العام قلت بلا ما نعود ننزلها هيانيت وبغيت نقطرح لكم او نشارك معكم هاد الفطائر اللي انتمنى تعجبكم غادي نحتاجوا ليها 500 قرام ديال دقيق الفورس نصف كاس ديال الزبدة مدوبة كاس ديال المزهر خمارة وحدة شوية الملحة وبيضة وحدة وبطبيعة الحال غادي نحتاجوا الميزينة اللي غادي نورقوا بها هاد الحلوة من بعد او اللي غادي نورقوا بها العجينة من بعد غادي ناخد ديال 500 قرام ديال الضقيق الضقيق بطبيعة الحال يكون من النوع الممتاز الخاص بالحلويات غادي نزيد عليه الخمارة ونزيد عليه الملحة نخلطهم زيان غادي نزيد ذيك البيضة ونصف كاس ديال الزبدة مدوبة بالنسبة الزبدة مدوبة فحنا ندوب الزبدة عبره منها نصف كاس غادي نعجن كل شيء بدك الكاس ديال المزهر بالنسبة النوعية ديال الدقيق اللي كانت عندي فكاس ديال المزهر جمعها تماما حدو قدو العجينة اللي خاصة نحصل عليها في الأخير خاصة تكون متماسكة وجمعة راسها ما تتكونش خفيفة أبدا غادي ندلكها واحد دلكها مزيان حتى الجنس لي العجينة وترتاب صافي وغادي نخليها ترتاح حتى نأكد عليكم أن العجينة راح ما تتكونش خفيفة وما تتكونش رطبة بزاف تتكون متماسكة وجمعة راسها لأنها العجينة اللي تنقلي وكل مكان جمعة راسها كل ما تتجي من قرمشة وتتعطينا قرمشة لمدة أطول من بعد إلي خلينا العجينة خفيفة بزاف وخلينا فيها واحد الكمية كبيرة ديال السوائل يعني دخلنا فيها الماء وخففناها شو شوية فبني غادي نجي ونقلي الحلوة فغادي تفقد القرمشة ديالها من بعد بحكم النسبة للسوائل اللي كانت في العجينة هنا من بعد ما دلقت العجينة سوف نضيفها في واحد زليفة ونغطيها ونخليها ترتاح جيدا لكي يسهل عليها أن نفردها حتى لا تعدبني أنا هنا يدرتها في علبة وسديت عليها سوف نأخذ ذلك الكمية اللي كانت تحطي على جنب فهذه الحلوة تتبغي واحد الكمية ديالنشا معقولة اللي غادي نطلقوها بها ما غاديش نطلقوها بطخق وإنما غادي نطلقوها غير بنشا بمي زينة سوف نرشو واحد الكمية لا بأس بها وغادي نطلقو العجينة كاملة واحد المستطيل اللي طويل نحاول السمك ديالنشا معقولة اللي غادي نخليوها رقيقة على قدمك ديالنشا ونطلقو بالمدلك بحال هكا سوف نطلقوها كاملة ذاك شي لاش هنا يكتلكم نخليو العجينة ترتاح مزيان باش يجينا سهل هاد العملية سوف يمدولوها او لغادي نلفوها على بعضها بهذا الشكل هادا غير هنا يحنا تنجمعو وحنا يحنا تنزيرو يدينا هنا يلا كان عندكم هاداك سطح العمل صغير فانا تنطلق واحد شوية ونلويه نجمعها وعاد نطلق شي لاخر وثاني ونزيد نلويه هاكذا تنطلقو اللوي تنطلقو اللوي باش نضمن انها تجيني ارقيقة وملوية مزيان ما ننساش نجمع ايدي وانا تنلوي فيها باش ما تجينيش مرخوفة من الداخل وتعطني الشكل اللوي بيت ونتيجة اللوي بيت يجب علي ان نزيل هاتاك ونحصل على شكل بشكل هاكا سوف نقطعها بالموس. السمك القطع اللي سوف نقطع هو اللي سوف يحدد الحجم الرغيفة او الحجم الفطائر كان السمك رقيق فسوف يأتيوني صغيرين كان السمك غليط فأنا سوف يأتيوني كبار فأنتم معينكم ميزانكم وشكلوا الحجم اللي بغيتو سوف نقطعها بحل هكا انا باش جيني ساهلة وما تعدبنيش في القليل فاخديت هاداك اللخر دي اللي عجينا ودهنتوا بشوية دي المولسقتها بحكم ان العجينة كان فيها واحد الكمية دي النشاء مني كنت انطلق العجينة فقدرت سغيري شوية دي الماء كل لي واحد الاجينة مع دي النشاء والسقاط لي عايزينة سوف ينطلق هاداك اليها بحل هكا المدلك سنطلق على الوجه اللي سيكون فيه ديك الشكل الحلازوني الجهة اللي بينا فيها العجينة دايرا هي اللي سنطلق عليها بحال يموضح هكا في الفيديو إذا لم تلصق علي العجينة وإذا كانت فيها نسبة كافية للميزينة فلا نحتاج أن نزيد الميزينة حسيت أن العجينة تلصق اليمنين تنطلقها فنزيد نرش الميزينة ونطلق سنطلقها مزيح تتولي رقيقة بحال هكذا يعني واحد السمك ديال جوج ميليمترات أو لثلاثة لا نستطلقها عاو تنحتي بلية سطح العمل سنطلقها رقيقة الجهد اللي قديت سنجعلها ترتاح غير واحد شوية أو سنسخن المقلة اللي دير فيها الزيت تكون غازير أشي شوية هادرغيفة تبغي وتتقلوا في الزيت يكون غازير باش تنفخ مزيان وتتحمر حتى من الداخل ومن الوجه بجوج غير نحطهم ننخوي عليهم هكذا الزيت بسخونة بالمعلقة باش نعاونهم يتنفخوا مزيان ويدخلهم الطياب مزيان سنبقى حد يوم بحلقة في المقلة هي تطيب وأنا تنخوي لها الزيت في الوجه الأخر لما تكونش قيس الزيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذه العملات سنقوم بإتنبع وعلى قد تحمر ترمز المزيد نرجم الآن واحدة نصدرها في المزيد ورقة أعزان جميع هي تجيه شيشة ومقرمشة في نفس الوقس نضعها في التبصي اللي نقدمها فيه ونرشوها بلاسل واللوز بطبيعة الحال يبقى تزين على حسب المستطع وحسب الطوق نرشوها بالكيمية اللي بغينا بغيناها مع سلاب الزاف غادي نكترولها لاسل بغيناها غير مرشوشة بلاسل او غير مدهونة بلاسل فحنا اللي رشقت لنا عليه صافي هذه الرغيفة فعلا تجيه غزال بزاف رهما سهلين والنتيجة ديالهم رائعة بزاف 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 وممكن نحضرهم في ليلة العيد كيف ممكن نحضرهم يومين او ثلاثة يام قبل ونحتفظو بيوم واحد العلبة اللي ستتسد مزيان مزيان بشرط أنا ديك العلبة ممقوش كل مرة نحلو نطلع عليها ونسدو او لا نحلو نهزو منها ونسدو خصص بقا مسدودة مزيان حتى النهار اللي غادي نقدمو فيها ذكر الرغيفة باش تبقى محافظة للقرمشة ديالها مزيان مزيان انا هنا في اخير الفيديو را غادي نخليليكم واحد المقطع ديال الرغيفة كيف تتجيه مقرمشة ومحمرة من الداخل دكتنيات او دكتوريقة كلهم اللي في الرغيفة الداخل كلهم تيجوا محمرين ومقرمشين ومضاقها فعلا تيجي غزال المهم هنا غادي يكون الفيديو سالة غادي نقول لكم بسلامة حتى نشوفكم فيديو جديدة خليتلكم هنا ورحت البال شكرا وبسلامة